تعهد حزب الله اللبناني بمواصلة عملياته العسكرية ضد إسرائيل وذلك غدا تنفجر أجهزة اتصالات لا شلكية في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة وأكد حزب الله أن وحداته ستواصل عملياتها الاعتيادية دعما للشعب الفلسطيني ضد العدوان المتواصل على قطاع غزة مشددا على أن هذا المسار المتواصل منفصل عن الرد الذي سيقوم به الحزب على خلفية عدوانه أمس بعمليات تفجير أجهزة الاتصالات